صناعة الأبطال تبدأ في سن مبكرة قناعة يجسدها على أرض الواقع دوري فيديغالج يغطوغ أطفال يمثلون خمس فئات ما بين السن السادس والثامن عشر من مختلف نوادي المملكة تنافس طيلة ثلاثة أيام ضمن هذا الدوري الذي بلغ المحطة الرابعة هنا بمسالك جولف مازاقونبي الجديدة استئناس بأجواء المنافسة والاحتكاك غرص لروح الفريق لكنه أيضا اكتشاف لمواهب صاعدة ومنحها الفرصة للمشاركة دوليا الكمبيتسون تنظروا حنا الفيدرال جينيور طوخ هذو تنفعوا بزاف اللاعبين باش تنعرفوا المستويات ديالهم حيث احنا بنسبل رياضات الجولف بحالة تقول هذا الموسم الأول من لسنشوفوا فيهم اللاعبات وشي لابوا مزيان كل شي حيث بعد هذل التغنوى هذا تكون الدوري تكون في أوروبا ولا في أمريكا الجامعات تشوف اللاعبين في المستوى باش مالتي سيفتو تشاركوا في الدول الأجنبية مستوى تقني جيد أبان عنه المشاركون طيلة الأيام الثلاث من هذا الدوري الذي عرف تتويجة إلياس كوشيتو وعبير الطيبي في فئة 17 و18 سنة كارلو كوزومانو ونوها غادي في فئة 15 و16 سنة وسلم الهالي ومحمد بوحمو في فئة 13 و14 سنة وغيرهم من الأسماء التي لمعت رغم صغاري سنها أصبحت جدا لأنني أعتقد أنني أصبحت جملة إلى ذلك حتى أنني أصبحت كثيرا أو كثيرا وأعتقد أنني أصبحت جملة كوني أمسفاً لقد أقضيت هذا المنزل أماسماً في الدراء تماما بالمشاهدة لكي أرغفت برد oakكي وأشتركت من دائما في الفلسة فقط أدامت بإمكانك مفيدة وأحسنت أعضب بالنانسة فعلا من هناك المنزل فاليوم الأول لعبت الحالية انتعهم إلى صة الليلة وإنهار للخارج وإنهار معه على صورت لحين تتمكن بحاجة ويجعل نجيل العوثين ويجعل نجحة وكان باركور شيء صعب ومنافسة كشوية أنا عبت لعب في أورلاندو في فلوريد هنا نظر نفع جيد كان عضل لكي أرد لا أعبر أنني أردت بسيئة لكنني فرحة لكي أكون هنا بعد الدار البيضاء والجديدة ترحل قافلة دوري في ديرالجونيوغتوغ إلى غلف المحيط بأغادير المحطة الخامسة ضمن ست محطات في الموسم تختتم بإجراء البطولة الوطنية للشباب بمسالك جولف دار السلام بالرباط شهر دجمبر المقبل